السلام عليكم عليكم السلام سعد رامي شونك يا اخبارك الحمد لله سني ام شيعي شيعي حياك الله يا امر يا وردة يا بعد جلب انت وردة مواني الله يسعدك والله انتابعك من زمان حيل من زمان ماكو فرصة ابتصل التابع بالاهل الله يسعدك طب انت اسمك ايش ولا لا تحب ان تذكر اسمك انا اسمه مصطفى من الديوانية مصطفى والنعمة يا مصطفى كم عمرك يا حبيبي انا 33 سنة ما شاء الله ايش رأيك في معتقد اهل السنة يا مصطفى على راتب من زمان متابعكم ما شاء الله الله يوفقك ودين حق الله اكبر يعني انت لا تسوب انا عمر 33 سنة وما اعرف شون الدين انت لا تسوب الصحابة يا مصطفى يعني انا خلصنا حياتنا الشيعة عبارة على المسموع ماكو كل الطلاع شغلونا باللطم وغير اللطم وما دمر العراق غير السثاني وربعة ايو الله سمام خربي سمام خربي العلاق والله وهو اصل ماكو السثاني ايو نعم من الالفين وثلاثة لحد الان خلصوها علينا يجوز ولا يجوز الله اكبر ايو الله طيب يا حبيبي انت قلت الشيعة بنشغل بس فيديوه انت قلت لي اسمك ايش مصطفى مصطفى والنعم فيك يا مصطفى طيب يا مصطفى ايش رأيك يا مصطفى والله يعني انت تعرف ان الحسينيات لا فيها تعليم للصلاة ولا للودوء ولا فقه العبادات ولا تعليم سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقط لطن ونياحة والشعي يعني يلتم ويتبر ويروح البيت علشان بقى متطين ودماء يروح يفتح الدوش يلقى الماء منقطع يحاول ييد النور يلقى القهرباء ما في قهرباء دمروا العراق دمرهم الله فايش رأيك يا حبيبي ان اعرض عليك معتقد اهل السنة والجماعة تتعلم معنى القرآن والودوء الصحيح والصلاة الصحيحة وتحب الصحابة وآل بيت رسول الله والله العظيم اتمنى من زمان هذا الشيء ما شاء الله الله اكبر يا مصطفى هنيئا لك يا مصطفى اذا يا حبيبي اشرق يكتر وان اعلن هدايته طيب يا مصطفى تقول معي تردد معي اردد معك قل معي يا مصطفى اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان محمد رسول الله وردي الله عن الصحابة ورضي الله عن الصحابة وأزواج النبي محمد الله أكبر هنيئا لك يا مصطفى هنيئا لك يا حبيبي أنت الآن على معتقد النفس المطمئنة هنيئا لك كبروا وباركوا لأخيكم مصطفى الله أكبر وإلى الله الحمد هنيئا لك يا مصطفى أتمنى يعني الدزل الصلاة الصحيحة الوضوء الصحيح يعني لو كان مثلا نعيدكم في مجموعة وقروب عندي يا مصطفى عندي يا مصطفى وإن شاء الله أبدأ أعلمك القرآن أنت وكلما أتيت بأحد من أسرتك أو من أقاربك أو من أصدقائك مهتدي سنعلمه أيضا ارسل لي رسالة الآن يا مصطفى وكتب لي أنا مصطفى المهتدي حتى أرسل لك بعد البس حتى جاي يعني جاي يعني أبلغ زوجتي وقيلها كذا وكذا وإن شاء الله عن قريبهم تهتد إن شاء الله إن أحببت إن كان عندها أسئلة وتريد أن تكون مكالمة خاصة بيني وبينك وبينها لا يسمعه أحد فإن شاء الله توصل معي أيضا سألسل لك رقمي الخاص وبإذن الله تبارك وتعالى أنا معكم أسأل الله أن يهديها يا رب كما هداك آمين آمين رب العالمين هنيئا لك يا مصطفى شكرا الله لك يا حبيبي جزيل الشكر وإياك يا حبيبي الله يحفظك هنيئا لك هنيئا لك مع السلام هنتظر رسالتك إن شاء الله شكرا لك إن شاء الله شكرا ليك يا مصطفى شكرا جراك رب يحفظك الله أكبر ولله الحمد ما زال عدد المهتدين في تزايد بفضل يتبارك وتعالى 14 15 مصطفى المهتد رقم 15 بخلاف السيد علي المهتد هو وأسرته وأنسابه نسيبه يعني من شاء الله فده المهتد رقم 15 ما زال أيوة يا شيعي تحرر تحرر يا شيعي من القول بتحريف القرآن تحرر يا شيعي من سب الصحابة تحرر يا شيعي من دعاء غير الله تبارك وتعالى الله قريب منك اطلب منه اسأله الهداية تحرر من هؤلاء الذين دمروا بلدك تحرر من هؤلاء الذين طيلوك ولطموك وتببروك وأبنائهم يتمتعون في بريطانيا بأموال الخمسة التي تدفعها اللهم اهد الشيعة وخزد أيديهم إلى نور التوحيد